تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات تيباوان والذي سيسهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري إطلاق تيباوان جاء لخدمة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 20-30 للنهوض بالوطن في شتى المجالات تصنيع قمر الاتصالات تيباوان من خلال تحالف شركتين تاليس إلانيا سبيس وإيرباس الفرنسيتين التي تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأقمار وجاري الاستعداد للإطلاق بواسطة شركة أريان سبيس إحدى الشركات الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية وسيوفر تيباوان التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل ويساهم القمر الصناعي تيباوان في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت تعريضة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية ويسهم أيضا في النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى ويدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب كما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريضة النطاق للأغراض الحكومية والتجارية ويعمل القمر الصناعي المصري الجديد على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل انطلاقا من جهود مصر للتعاون مع دول القارة الإفريقية خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 واستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية فتيبا وان هو القمر الأول من سلسلة تيباسات التي تعتزم مصر إطلاقها في الفترة القادمة والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وإفريقيا زي ما تابعنا من خلال التقرير بعض المعلومات كده عن الأمر الصناعي المصري المخصص يعني ليه بس قطاع الاتصالات وغيرها من الاستخدامات التي سمعناها يعني حاجات أمنية وحاجات لها علاقة كمان يعني اكتشاف أهم كنزنا سرواتنا التعدين الزراع كتير من الاستخدامات اللي هنحاول نفهم تفاصيل أكتر عنها من خلال ضيوفنا لكن خلال نقول إن العنوان كنا برح بنتكلم عن مصر والعربيات اللي بالكهرباء بنتكلم على التحاول الرقمي وكنت بقول لحضراتكم إنه إحنا شايفين إنه دخليينه بقوة إن مصر تكون دولة حديثة دولة متقدمة إن العالم ما يزبقناش ونبقى إحنا وراء بخطوات كتيرة نقل للفجوة دي ونقلل المسافة ونبتدي من حيث انتهى الآخر إيه موضوع الأمر الصناعي المصري اللي تم الإعلان عن إطلاقه وكلام ده إن شاء الله هيكون تقريبا يعني على نهاية الشهر ده معنا في الحياة اليوم دكتور محمد القوسي المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مساء الخير دكتور محمد أهلا وسهلا مسيحة دكتور هيسم متحت مدير إدارة اتصالات الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية أهلا وسهلا بيك دكتور هيسم دكتور محمد حدا كنت مشرفنا من فترة وبرضه في الملف ده قلنا يعني الحمد لله بقى عندنا وكالة للفضاء المصرية وبقى عندنا مدينة للفضاء المصرية وطبعا البروتوكول التعاوني اللي تتعامل مع الاتحاد الإفريقي ونهار ده بيكلم عن أول قمر صناعي مصري للإتصالات قبل نكلم على تفاصيل الموضوع ده حضرتك يعني أنت ملف ده ملفك حاسس بإزاي الاختلاف أو التطوير اللي تم في هذا القطاع والله يعني إطلاق مصر لقمر الاتصالات وإنترنت دي طفرة هائلة جدا في مجال دخول مصر عصر الاتصالات الفضائية احنا دخلنا عصر الاتصالات البس التلفزيوني سنة 98 وطلعنا نايل سات وانه بعدها سنة 2000 نايل سات و بعد كده دول انتهى عمرهم الافتراضي أو طلعهم الخدمة وحاليا عندنا نايل سات 3 كل دي أقمار اللي بس التلفزيوني يعني بتوصل للمشاهد في البيت التلفزيون تمام الجديد هنا أن مصر ايه داني من أنواع الأقمار الصناعية أو استخدامتها؟ قبل من ندخل على الأمر فيه أمر طبعا للصالات الانترنت اللي هنكلم عليه النهاردة فيه الأقمار بقى اللي هي اللي فيها عملية التصوير اللي هي ريموت سينسينج أو الشعار من البعد دي كلها نوعية من الأقمار بيبقى فيها كاميرات بتاخد صورة للأرض الصورة دي بيتم تحليلها بعد كده وبتستخدم في استخدامات كتيرة متعددة فيه أقمار اللي هي الملاحة اللي هي بتزبط حركة الطيران في البن الجوي دي أقمار مهمة جدا عشان عملية النافجيشن أو الملاحة فيه أقمار اللي هي وكلنا بنسمع عن نتائجها كل يوم اللي هي أرصاد الجوي طبعا دي مهمة جدا الناس الضواتي بقت مهتمة جدا أكتر من الأول فكل ده موجود عندنا وإحنا شغالين فيهم بقالنا فترة لكن الجديد بقى إن أمر صناعي للاتصالات إحنا الحمد لله دخلنا اشتغلنا ونجحنا في نوعية الأقمار اللي هي الاستشعار اللي هي فيها كاميرا بتاخد صورة تماما يعني أطلقنا أمرين الحمد لله في واحد في أغسطس والتاني طلعنا المحطة الفضائية حيطلع كمان شهر أو شهر ونص فإحنا أثبتنا الحمد لله التوطين التكنولوجيا الأقمار اللي هي اللي بتصور أو الاستشعار النوعية الجديدة اللي بنكلم عليها اللي هي طيبة واحد اللي هنحن نتكلم عليها النهاردة دي دي اتصالات وإنترنت يعني بتقدم خدمة اتصالات وخدمة إنترنت الأمر طيبة واحد ده حيغطي مصر بالكامل كاتصالات وحيغطي مصر بالكامل كإنترنت بدأنا فيه بقى نقد إيه ده ابتدينا فيه 2016 وخلصنا 2019 ودي تعتبر فترة قياسية يعني في مثل هذه النوعية من الأقمار يكون يخلص إن شاء الله ويطلق بنجاح دي فترة قياسية لتصنيعه استعنا بخبرة مين يعني مين ساعدنا في التصنيع التكنولوجيا اللي شغال بيه الأمر منين يمكن في الفيلم اللي سبق الكلام بتاعنا أعلن إن القمر ده تم تصنيعه في معقل تصنيع الأقمار في أوروبا بلدة تولوز في جنوب فرنسا شركة إيرباس هي اللي تولت عملية التصنيع الحاملة بتاعه اللي هي جهزة التصالات والإنترنت دي عملتها شركة تانية اللي هي تلس ألين سبيس والإتنين دول تجميع الأجزاء دي تم برضو في تولوز والإطلاق حيتم من منطقة جوريانا الفرنسية دي في أمريكا جنوبية طب هو إحنا كل الأقمار تجميع وتصنيع بره ولا النوع ده بس اللي يعني استعاننا بيه بخبرات أجنبية طب إحنا نفس الشيء إحنا 2007 بتدينا مع أوكرانيا في أن إحنا نصنع أمر للتشعر اللي هو اللي بيصور بس الحمد لله وصلنا النهار ده بعد يعني المدة دي إن إحنا أطلقنا أمر من النوعية دي نفس الكلام إحنا النهار ده بنبتدي في الأقمار الاتصالات والإنترنت اللي هو طيبة واحد الخطوة اللي جاية إن شاء الله حينجمع المكونات بتاعته الخطوة اللي بعدها حيبقى فيه توطين أو تصنيع لبعض المكونات نرات لما نوصل إن إحنا إن شاء الله يكون عندنا القدرة لتصنيع وتجميع واختبار الأمر بس الإطلاق دايما يعني مش متوقع إنه هو يتم في خلال المدة اللي جاية دي بالنسبة لهذه النوعية من الأقمار لأنها بتتطلب اشتراتات خاصة يعني